السلام عليكم ازايكم برحب بكم اصدقائي المتابعين فيديو جديد هنتكلم فيه مع بعض وهنشوف ازاي بيتم تركيب تقويم الاسنان خطوة بخطوة هنتكلم كمان على تركيب التقويم للفك الواحد هل احنا نقدر نعمل ده ولا لأ وهل ضروري ان احنا نعمل الفك المقابل طيب امتى بالزبط وايه الفلسفة من الموضوع هشرح لكم كمان دور فصوص التقويم ونوع براند جهاز التقويم احنا بنختاره على اي اساس وهل ضروري ان احنا نستخدم الوان لان بعض الناس بتحب تستخدم الوان وبعض الناس لا مش بتحب الالوان هشرح لكم كمان النهاردة ايه دور سلك التقويم وهشرح لكم ازاي احنا بنركبه والاتركات المهمة اللي ضروري ناخد بالنا منها هكلمكم كمان عن مدة العلاج بشكل عام مع فصوص التقويم العادية ومع فصوص التقويم السريع او ذاتية الغلق او تقويم الديمون زي ما بيقال عنه النهاردة هنشرح تفاصيل كتير مع بعض بس قبل ما نروح للفيديو يلا بسرعة نعمل لايك يهمني يدعموكم جدا الفترة اللي جاية وما تنسوش تقول فيديو عجبكم تعملو له شير مع اصدقائكم علشان تعم الفائدة ويلا نروح للتفاصيل يلا بينا هنتكلم كده بسم الله عن حالة النهاردة وهشرح لكم دي زيارة احد الحالات عند عندنا كان عندنا اعجاجات في الاسنان الامامية وعضة خفيفة وعضة معكوسة كان عندنا السنة دي السنة رقم اتنين فوق على شمال حضراتكم دلوقتي هنا عندنا سنة رقم اتنين صغيرة وبنوسع علشان نبني لها الجزء الزيادة اللي احنا عايزين نزوده والسنة دي كانت في الداخل احنا كنا بنطلعها بميكانيزم معين عندنا في التقويم اسمو ده اللي انا بوريه لحضراتكم دلوقتي دي احد الطرق علشان لو عندي سنة مختبئة اقدر ان انا اخرجها ودي احد الميكانيزم اللي احنا بنستخدمها حالة النهاردة احنا استخدمنا لها جهاز تقويم ذاتي الغلق طيب يا ترى هل احنا حالة النهاردة هنستخدم لها تقويم لفك واحد ولا لا هنستخدم تقويم للفكين الحقيقة ان احنا هنستخدم تقويم للفكين لكن احنا لقينا ان الشغل المطلوب للفك الهيلوي اكتر من الشغل المطلوب للفك السفلي علشان كده بدأنا بالفك الهيلوي اولا طيب هنتكلم كمان ان احنا لو زي ما انتم شايفين دلوقتي على شمال حضراتكم ان في احد الدروس انا مش مركب عليه تقويم الحالة كانت عاملة عليها كراون او تاج هل احنا ضروري لما بنيجي نركب تقويم الاسنان لازم نركب التقويم على كل الاسنان? الاجابة لا. احنا دايما بنفضل ان احنا نركب التقويم على الاسنان اللي فيها اعوجاجات. ايوا احنا بنستخدم باقي الاسنان الاخرى علشان تساعتنا في تعديل الاسنان دي لكن احيانا بعض الاسنان انا ممكن مركبش عليها علشان اتجنب المقاومة للحركة واقل حاجة عندي اسمها اللي بتعكسني جدا اسناء تقويم الاسنان. فهنا انا ممكن اركب عليها بطريقة معينة او ان انا واتغاضع عن تركيب التقويم على الاسنان دي. زي ما انتم شايفين دلوقتي هشرح لكم ازاي احنا بنركب التقويم. في البداية بنحط مادة اسمها ده عبارة عن جل بنحطه على سطح الاسنان مدة بتتراوح من عشرين لتلاتين سانية. ومن هنا انا ببدأ ان انا احطه على المكان اللي احنا عايزين نركب عليه فصوص التقويم علشان يحضر لي سطح السنة ويبدأ يعمل لي فيه تخشين بشكل معين علشان اقدر استخدم ده فيما بعد عشان اعمل مادة لاسقة تلصق لي فصوص التقويم على سطح الاسنان. بعد ما بتنتهي مدة عشرين لتلاتين سانية ببدأ اعمل واشنج واغسل سطح السنة مدة مقاربة تقريبا لعشرين لتلاتين سانية علشان اتأكد ان الاتشنج جل ده انا شلته بشكل ممتاز. آآ ده بيكون خطوة اساسية في البداية قبل ما اروح لتركيب التقويم. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بتأكد ان انا عملت واشنج وغسيل لسطح السنة بشكل مثالي. ثم هيجي آآ دور ان احنا نركب فصوص التقويم. قبل ما اروح للخطوة دي لازم اتأكد من الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هو شكل الابيض التبشيري اللي بيكون بيزبتلي ان اللي عملت دور الوظيفة بتاعته ان هو حضر لي وعملي التخشين المناسب لسطح الاسنان علشان اقدر ان انا اركب فصوص التقويم. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي انا بالفعل ركبت فصوص التقويم. وخليني اؤكد لكم ان احنا آآ طريقة التركيب نفسها فيها كتير. فيها طرق كتير مختلفة بتختلف من دكتور لاخر. وعلى حسب والمدرسة اللي بيفكر بيها دكتور التقويم المتخصص. بأكد على حضراتكم دايما ضروري اختيار دكتور التقويم متخصص. علشان يقدر يعمل لنا التخشيص السليم. وكذلك يختار لنا نوع جهاز التقويم المناسب للحالة. ويختار اللي هو يكون معاه ومألوف بالنسبة له يقدر ان هو يشتغل به بشكل مسادي. ايه نوع جهاز التقويم بقى اللي احنا استخدمناه في حالة النهاردة كان تقويم معدن ذاتي الغلق. طبعا لاحد الشركات الالمانية انا مش حابب ان انا اذكر الاسم عشان ما يبقاش اعلان. لكن دايما بعض الناس بيقال عليه مجازاً التقويم السريع او المكسف او حتى بيقال عليه تقويم الديمون علشان دي كانت اشهر شركة واول شركة بدأت التقويم اه او بقت مشهورة بتقويم المعدن ذاتي الغلق زي ما حضراتكم شايفينه دلوقتي. في البداية بنبدأ نفتح فصوص التقويم ده زي ما انتم شايفين بعد ما تأكد انه سطح الاسنان نضيف مية في المية. وبعمل كمان تنظيف وتلميع للاسنان تقريبا في كل جلسة عشان اتأكد من ده بنفسي. وبأكد على المسج دي مع الحالة ان هي ضرورية تهتم نظافة الفم والاسنان في كل جلسة وبعلمها ده بنفسي. بعمل للحالة بنفسي في العيادة. ثم بنفتح الفصوص زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. وببدأ اختار سلك التقويم المناسب للحالة. وهنا اشح لكم دور فصوص التقويم ودور سلك التقويم. هل انا لما باجي احرك الاسنان انا بحرك السنة نفسها? لا انا بحرك فص التقويم. بعد ما انا بقوم بتثبيت فص التقويم ده على سطح الاسنان بيصبح بالنسبة لي هو اللي بيرمز للسنة. ومن هنا هحركه انا ازاي? وهعمل عليه قوة ازاي? اول وسيلة اقدر اعمل بها قوة على فص التقويم ده او على السنة علشان احركها هو سلك التقويم. بنعدي بمراحل كتير اسناء تقويم الاسنان منها مرحلة اسمها بنعمل فيها رصف لي الاسنان وابدأ يهمني جدا التارجد بتاعي ان انا اخط الاسنان كلها على واحد. وده بيكون من خلال استخدام انواع معينة من سلك التقويم. في البداية بنستخدم اسلاك اسمها اسلاك النايتاي. ودي اللي بتساعدني علشان اعدل الاجاجات اللي موجودة في سطح الاسنان لو عندي سنة متدخلة لو عندي سنة عالية سنة في الداخل سنة فيها دوران بشكل معين. فببدأ زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اركب عليهم فصوص التقويم. وبفتح الجهاز زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي انا بوريكم الموضوع بيكون بسيط خالص وما فيش فيه اي قلم. هنتكلم دلوقتي كمان على دور الالوان. هل ضروري ان كل فصوص التقويم اقدر ان انا استخدم عليها الوان التقويم? خلينا اقول لكم ان دور الوان التقويم مش بس اللي هي فور فن علشان اللون. لا هي بيكون لها وظيفة الانجيج منت الربط. عايز اربط سلك التقويم في فص التقويم. طيب ازا كان نوع جهاز التقويم اللي احنا ركبناه النهاردة هو فيه باب بيقوم لي بالوظيفة دي بالفعل. بالعكس ده كمان بيسهل علي وبيقلل لي الاحتكاك وبالتالي بيسهل لي الحركة. فهنا هل في داعي بقى ان انا استخدم الوان التقويم اللي احنا بنستخدمها اللي هي اسمها القوطاي اقدر ان انا استخدمها ايوة لو كانت الحالة حبة ده او انا محتاج اعمل وظيفة معينة بالمطاط المتصل او هعمل دور معين انا محتاجه في مرحلة ما لكن مش ضروري ان انا استخدم ده في كل مراحل التقويم لان انا كده هبطأ الحركة ويبقى احنا انتفق دور اللي احنا عايزين نستخدم من خلاله التقويم ذاتي الغلق علشان يسهل علينا الحركة. فاحنا هنا مش ضروري في الحالة دي ان احنا نستخدم الوان التقويم في كل جلسة الا ازا احتاجناها بشكل معين. زي ما حضرتكم شايفين دلوقتي انا ببدأ اضع سلك التقويم في مكانه. واحنا بنختار سلك التقويم المناسب للمرحلة اللي احنا بنعمل اه اللي احنا بنعدي بيها. واللي احنا بنعمل بيها القوة على الاسنان علشان نعمل مرحلة والرصف اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. فانا بختار سلك التقويم بشكل تدريجي. بابدأ باسلاك بسيطة ورفيعة بعدين بتدرج في اسلاك التقويم لحد ما اصل لسلك معين هيقدر يعمل لي كنترول بشكل كامل على الاسنان ويعدل لي الميل بتاعها ويزبط لي علاقتها مع الاسنان المجورة ليها وكذلك مع الاسنان المقابلة آآ ليها. فده كان نقطة مهمة جدا. هنختم الفيديو النهاردة بكلامنا على مدة العلاج. مدة العلاج يا جماعة بتتوقف على نقط مهمة لازم نفهمها. اولها اختيارنا للدكتور محترف. مفيش يا جماعة طيارة من غير طيار. خضرتك مش بس هتختار جهاز التقويم ضروري تختار دكتور محترف. دي النقطة الاولى. النقطة التانية اللي بتتوقف عليها مدة العلاج هي تفاصيل الحالة. يا ترى الحالة كان الطفل صغير معدل الحركة عنده اسرع ولا شاب ولا حد متقدم في العمر معدل الحركة عنده ابطأ. دي نقطة النقطة التانية يا ترى. الحالة ملتزمة معنا بالتعليمات وبالتالي معدل الحركة هتكون احسن وهتكون الحركة صحية ولا لا الحالة مش ملتزمة بالتعليمات ومش ملتزمة بالهيجين والنظافة وكذلك طبيعة الاكل وكل شوية الحق يا دكتور في مشاكل وبالتالي ناخد وقت كتير جدا والحركة بتاعتنا تكون حركة غير صحية ويحصل عندنا مشاكل كتير. فهنا في مؤدة عوامل منها كزلك نوع براند جهاز التقويم اللي احنا استخدمناه سواء كان التقويم الملون اللي ده بيكون معدل الاحتكاك فيه اعلى وبالتالي بيكون بطيء او نوع التقويم اللي احنا مركبينه النهارده اللي بيكون معدل الاحتكاك فيه اقل وبالتالي الحركة بتكون اسرع نسبيا من انواع التقويم التانية اللي فيها احتكاك ومقاومة للحركة كبيرة أتمنى أن فيديو النهاردة يكون أفادكم ويكون أعجبكم لا تنسوش تعملوا لايك للفيديو ويكتبوه لأيكم في التعليقات وأشوفكم دايما على خير سلام عليكم